وصل إلى الرباط رئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم إلى الرباط للمشاركة في أعمال القمة الطارئة لمجالس الشورى والبرلمنات العربية لبلورة موقف عربي موحد إذا التطورات الخطيرة التي تعرفها القضية الفلسطينية لسيما بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل زيارة وفد مجلس الأمة الكويتي برئاسة مرزوق الغانم تأتي للمشاركة في القمة الطارئة لرؤسي مجالس الشورى والبرلمنات العربية المنعقدة بالرباط على خلفية التطورات الأخيرة المرتبطة بالقدس شريف فالأشقاء الكويتين كان دائما موقفا شجاعا كالهم موقف شجاعة وقارة لم يتغير موقفهم منذ البداية وظل تشبتهم بالموقف وكذلك دعمهم للشعب الفلسطيني في جميع المنابع وفي جميع المؤتمرات وفي جميع القمام وكذلك كنلاحظوا اليوم على أنه الموقف الكويتي والموقف المغربي لا يمكن إلا أن يدعيما هذا الملفاذ وأنهم يقووا ويحشدون الأصوات العربية من أجل توحيد الكلمة إلى ذلك وحسب الكثيرين فإن قمة الرباط الطارئة ستتمحور حول بلورة موقف عربي موحد إزاء قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفرة الإسرائيلية إلى القدس الشريف يعول عليه في توحيد موقف البلنات العربية إزاء تطورات القدس الشريف بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفرة الأمريكية إليها خاصة وأن رئيس مجلس الأم الكويتي معروف بمواقفه المبدئية والشجاعة في الدفاع عن قضية القدس الشريف وتأتي مشاركة وفد مجلس الأمة الكويتي وسط إشادة عربية وإسلامية بالمواقف المشرفة والتابتة لدولة الكويت تجاه القضية الفلسطينية وسيسعى وفد مجلس الأمة في هذه القمة إلى الدفاع عن المواقف التابتة لدولة الكويت وفي مقدمتها القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين كريم القرقوري تلفزيون دولة الكويت الرباط